و بختم فقراتنا الصباحية فرح اليوم هنروح للأمسية اللي كانت على دار الأسد اللي تقفوا في نول داليوم نحن بحاجة لأمسيات تجدد وتقصل الفن الجميل والزمن الجميل والأصوات الحلوة أكيد رشون نحن بحاجة كمان أنه نتجه لهذه الحفلات ونخفف شوي عن هي الأعباء ونسمع صوات جميلة وبتنسيق وبوجود كمان كوادر مؤهلة كوادر يمكن هي الأقدر أنه تصنع الفرحة والجو من الطمأنينة بلوبنا أكيد فرحة خلينا نقول أنه الأمسية كانت مميزة بصوت المغنية سمر بلبل والموسيقي الطبيب عصام شريفة طبعاً الأمسية التربية قادة في القتال الموسيقية المايسترو نزيه أسعد واللي هو ضيفنا لليوم سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك مايسترو سعد صباحك كيفك اليوم؟ الأمور جيدة بعد الحفلة شو أنت باعك اليوم؟ هلأ مثلك الحفلة بعد أصداء الحفلة مدوا جزر بالآراء بتاع في كل مرة فيه طبعاً التصويبات الإيجابية عم تكون أكتر من السلبية غالباً ما تكون هيك حفلات هيك نوع من الحفلات الناس بتحبها بتحب تفوت لعمق الحفلة لأسالتها وخصوصاً إذا في برامج غنائية عالقة بالذاكرة فتلاقي الأصداء إيجابية غالباً والناس اللي عم يجوا يعني سميعة عم يكونوا ناس ناقدين محللين بيسمعوا بشكل صحيح حتى من مختلف الأعمار يعني ما عم أحكي عن شريحة عمرية معينة لذلك عم تكون الأصداء جيدة الحمد لله فما في مشاكل طبعاً ما يصدر خلينا نشوف شوي من أجواء الحفلة ونرجع أكيد لنجاح الحفلة موسيقى 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 جاي عبالي اطلع بالضحى اسرق عيون الشمس واخد مطرحة قال للأمر ضعبان منك ومن الزهر قال للأمر ضعبان منك ومن الزهر قال للأمر ضعبان منك ومن الزهر ومن همس الحبايم واش الليال قال للأمر ضعبان منك ومن الزهر قال للأمر ضعبان منك ومن الزهر كنا نشوف بعض اللقطات من الأمسي شكران للكون شكرا هيك للكلمات الحلوية لهذا الزمن اللي نحن فقدنا له بهاي الأيام خلينا مايستر اليوم نحكي عن نوع الأغاني اللي تقدمت ضمن الأمسي نحكي عن الألحان عن الكلمات مثل ما شفنا وسمعنا هلأ هذا النمط من الأغاني ما عد صار دارج هلأيام يعني تحسي كأنك عم تحضر يحفلة بالقرن الماضي بالستينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي لذلك الحرص على اختيار المواد كان صراحة متنوع ما كتير تقلم العيار هذا نمط تتقيل فيه قصائد بلغة فصحة كانت تتقيلة ألحانة صعبة وحتى المفردات تكونوا باللغة الفصحة تحتاج إلى تراكيب لحنية صعبة شوي يعني مو صعب استماع إلى صعب تنفيذة أحيانا وصعب أنه تمرؤوا على هذا الجيل أحيانا إضافة لبعض الأغانيات الخفيفة مثل هلأ هاي الأغاني إلى مستوى معين جيد لكن بيتقبل الشاب اللي عمره 20 سنة و30 سنة بيفهم كلماتها الجميلة بيفهم لحنة فيه معيار آخر أو معيار آخر اللي هو نوع أخف اللي هو الأغاني المعروفة اللي علقة بالذاكرة أغاني أم كلثوم مثلا في شيء إلى محمد عبد الوهاب نحن نسمعها بالإذاعات وبالدائما معروفة فهي كانت عيار أخف شوي لأنه الناس بتترنم فيها وقت اللي بتسمعها يعني أنت عمري مثلا أو شمس الأصيل أو الليلة عيدة كلها هاي بتعمل حركة ونشاط في المسرح فيه فقرة هيكة قصدت ساوية بمنتصف الحفل هي موسيقية طبعا راحت سمر ودكتور عصام مرتاحوا شوي بين معامل موسيقى عملت حركة بالمسرحية لحن من شمال سوريا من فلكلور بس سمرته بأسلوب أداء آلي إفرادي لكل آلة بتاخد دور شوي يعني فالعالم صار تزقف يعني قاعدين أول نص ساعة جامدين ساكتين يزقفوا بآخر الأغنية لأنه بدأ استماع وأنصات هاي خلال العمل كله صار يزقفوا صار في حركة شو كانت الأغنية مايسترو؟ هاي غنيت غازالي غازالي طاب جرحي طاب هاي الغنية هذا اللحن يعني معروف فإن فبس موسيقى كانت فالعالم تتفعل النصف الآخر من الحفلة أرجع تقيل فمثل يعني فيأنا هون يعني بمعنى أنه بقصود الخيارات كانت متعدد المستويات والتقبل كان كامل يعني حتى لو تقيل وبدو أنصات وتذوق بس كان مقبول بالنسبة لكل الموجودين حتى وقت اللي شافوا على الموقع أو بالتلفزيون قالوا العمال متنوعة وتستحق أن تجاهل كتير حلو هاي الأصلاق الإجرابي كان بتشجع دائماً المزيد من هاي الحفلات على مصرح دار الأوبرا اليوم بس نحنا لما بنحكي عن هاي الأصوات الكبيرة مثل المغنية سمر بل بل اللي شفنا يعني بحث صوتها هي مميزة وقدي بتحاول يوم مايستر إمكان تبحث عن هي الأصوات ونحافظ عليها دائماً نستمر إن إحنا تكون موجودة ضمن حفلاتنا على أن الناس اللي حريص على نبش هاي الأصوات دائماً بأماكن نائية من سوريا أحيان في مهرجانات منساوية هون مهرجانات تراث سوري مهرجانات محلية مو شرط بدار الأوبرا بمساح الحمرة بقصر عظم نعمل مندور على الأصوات المخباية الحلوة اللي فيها معباية فيها هيك أداء متميز وفيها السمع صح طبعاً إضافة لأن السمع رغي محترفة وكان درست زمانة بالمعهد العين الموسيقى واحتكت بحفلات خارج سوريا وإلى آخره والألحان اللي حطها الدكتور عصام كمان على إياس الصوتة كمان ساعدتنا بإنجاح العمل فالبحث عن هدول الأشخاص ممتع مضنيت متع بس ممتع وتتلاقي نتيجة وتظهري شخصية على المسرح تغني بإتقان سواء لفظاً أو أداءاً موسيقياً وسواء كان هناك حالة من تبني الكلمة وتبني اللحن فهي النتيجة عم تكون بالنسبة للملحن أو للرئيس الفرقة أو للأسس لهذا الصوت عم تكون النتيجة مرضية ومريحة جنسة كل تعبوا في إيجاد تلك الأصوات وصدقاً في أشخاص من أماكن نائية في شمال سوريا جبناها وعملت حضور حلو وهلأ على الطريق إن شاء الله ببالك بنعرفه بنشوره إلى حد ما حسب ما بنعرف شو موضوع التسويق والترويج لهدول المطربين في أعداد ميحة يعني بتشوف في أشخاص كثير مغنيين أو أصحاب أصوات حلوة أو حتى عازفين بس ما أخذوا حقهم يعني هذا الشي للأسف هلأ في كسل من الشخص نفسه أحياناً يعني بيقول لك أنا بتجي الفرصة وأنا أعد ببيتي أكيد ما حتجوا إذا نحن نشوف أوقات على المواقع أو نتعرف من خلال مهرجانات الأطفال حتى كمان مهرجانات الشباب بتلاقي صوت معين أو عازف معين ممكن نلفت نظرك هذا بتاخدي رقمه بتتبني بعدين أنه تعال أنت تطور حالك لضل هيك مو بسع صعيد الموسيقى بكل مجالات الفنون التشكيلية والدراما والمسرع فهدول فعلاً العمل معهم متعة وقت يتطوروا ويصيروا محترفين أو أشبه محترفين خلينا نسميهم المرحة والمحترفين المرحلة الاحترافية هي اللي بتعطينا النتيجة اللي إحنا بنرتاح منه إحنا ساوينا شيء بهالأجيال هاي الحلوة فبتمنى تم في متابعة لتسليط الضوء على هاي الأصوات والموسيقى والعازفين المهمين أدي عندك ماسترو متعة اليوم بالبحث إن كان على الأصوات أو العمل على التطوير اليوم أنك تشوف نتيجة حلوة يعني من خلال عملك مع أي شخص كان صبي أو شب بيملك مساحة بصوته أنه هو عن جد اليوم باستحق أحدا خلينا نقول يكون تحت الضوء وقت اللي أنا بشوف شخص أقنعني هلأ بجوز اللي رأيي شخصي أو خلني بين قوسين سميه مزاج موسيقي معين لكل فنان أو موسيقي إلوه مزاج أو يعني خلي صعب المصطلح شوي عقليه طيب شو مزاجك اليوم مايسترو يعني يعني الاختيارات التقاطعات ما بين الشرائح المستمعين شرائح مستمعين شرائح مستمعين بذك تحملي تقاطع ما بين الصغير والكبير يعني بذك تغني قونية تكوني مغنية ناجحة بدك ترضي اللي عمره عشر سنين اللي عمره ستين سنة هاي هذا الذكاء اللي لازم يصير مو أنا أتوجه فقط والله للشباب اللي يعفعين مثلا بنسال الكبار بيجوا الكبار بيصبوهم بعدين أو أجي توجه لأغانية إلي اللي فوق الخمسين سنة الصغار بيطفول المتلفزيون أو بيلغوا ما بيكفرجوا عليها لا بيعطي جرعة لهذا وجرعة لهذا فهون أنا بكون مقتنع هذا هو مزاجي بالنسبة لقبول النجم يجب أن يكون شاملا من حيث إقناعه للشريحة المتذوقين حتى لو كان فنان درامي منلاحظ أنه في ناس بيشوفوا شخصية درامية بتلاقي كبار صغار بيحبوه بيرض بيرضل هذا هذا ذكاء اسمه أما ما أخد نمط معين لجهة شريحة خاصة ونشوي في خلال بيصيره تمام للأسف اليوم كمان عم نشوف مستويات أغاني مختلفة اليوم بنسمع بعد التعليقات كانت طريفة أنه صار المطربين أذق فتر من الجمهور بنسمع أن يصير هذه الحالة اليوم فاليوم فيه في مستوى راقي في مستوى حلو بنفس الوقت نحن منحقق المتعف مثل ما كنت عم تحكي اليوم أغنية من الفلوكلور حققت يمكن هذا الفرح بداخل مسرح دار الأوبرا وهذا التفاعل الكتير كبير كيف نقدر نحن دائما نحافظ على مستوى معين دائما نرزكون مسرح دار الأوبرا أو غير أو أسر العظم وأي مكان طرحته حضرتك أنه هو يكون اليوم شاهد وبيذكر الناس دائما بهذا المستوى من الحفلات الموسيقية اللي نحن شوي عم نفتقده للأسف بهذه الفترة هلأ في محاولات بفعاليات ثقافية واضحة بالنسبة لنا عم تكون أحيانا منابر ثقافية للأعمال التراثية والفلكلورية هلأ في عندي تشديد على ناحية التنوع السوري الموسيقي يعني هاي مسألة مهمة كتير مسألة التنوع الموسيقي الجغرافي السوري يعني من منطقة الجنوب للشمال كل مدينة 14 محافظة إلى لونة وإلى لهجتها إلى إقاعة ونغماتها الموسيقية وحتى بكل محافظة في تفاصيل لحنية معينة مثلا هلأ الدلعونة مثلا مختلفة من دير الزور للحمى للحمص للنيطرا كل دلعونة إلى هانك أو لون معين هلأ هون إذا فينا نكثف هاي الآلية آلية التراث السوري الفلكلوري السوري ونظهره بشكل بقالب معاصر خلينا نسميه معين شيء مو يعني مشوه يعني إلى حد ما مقبول للأعمار كافتا معينة محافظة على الأساس اللحني وفي سرعة جديدة كمان ما يسترع من شوفها صح كان في تغيير شوي بالأغاني أو الأغاني الفلكلورية بس يعني إقبال كتير كبير كان من فئة الشباب وكتير حبوها ويسمعوا اللحن وكتير تفاعلوا معها تماماً ونطرحوا بشكل صح ونطرحوا بشكل صح ما عندنا نخاف بعدين لكن احنا نروح على الأصالة هاي مو شرط أونية الفلكلوري مو شرط لأغاني قدّي ليهم مهم أحياء هذا التراث والفلكلور بقوالب صحيحة مثل ما ذكرت حضرتك أهميته هي بتأدي إلى تطوير الموسيقى السورية بتعطي الهوية الجديدة للأونية السورية لأننا أونية سورية سابقاً نعرف ولاحقاً ولكن حالياً عم نفتقر لتوضيح مصطلح الأونية السورية الجديدة بتاخد هاي الجرعة من الأصالة الأونية الجديدة السورية من الألحان في الفلكلورية أهميتها الألحان في الفلكلورية أن تكون بمثابة قاموس أو مثابة مرجع يمكن أن يكون جديداً في طرح الأونية السورية هذا رأيي يعني مثل كأنك عم تعتمدي على مصدر معين من دراستك بتاخدي مصدر قديم أو باحث أو معجم بتاخدي منه الأفكار وتعملي حلقة بحثك أو بتعطي مشروعك الجديد ففعلاً في قواميس غير متناهية من الألحان عندنا في الفلكلورنا السوري وتراثنا السوري ليس فقط في الأونية الشعبية بل في الموسيقى السورية بشكل عام من قبل التاريخ وما بعد التاريخ هذا أنا بلاقي هنا أهمية أكتمبع سؤال دائماً بيختار لي ماسترو أنه نحن اليوم أي تغيير يمكن ببعض الأغاني إن كانت الفلكلورية وإن كانت أي نوع من الأغاني بعض الأشخاص بيشوف أنه هات تغيير بهوية وجذور يمكن الأغنية البعض الآخر بيقول لا نحن بحاجة هذا التغيير بحاجة التجديد في أجهال جديدة ممكن هي ما تحب هذا الرتم أو الروتين يلي مشت عليها لفترة طويلة شو بي رأيك اليوم ماسترو؟ والله أنا بشدة عيديهم للي عم يطرحوا الأغاني في الكلورية حتى لو بالشكل حديث معلني أنا مو مع التوزيع الكتروني حيني نسميه التوزيع الكتروني للأونية التراثية أنا بشدة عيديهم أنه عم يطرحوا فكرة لحن عم يذكرونها بالظريفة الطول عم يذكرونها بالدلعونة بالهوارة يعني إذا واحد عمره 90 سنة سمع هذا اللحن يعرف الكلام هو بينسى أنه في الكترون وفي كهرباء بالموسيقى وفي تسجيل معاصر وفي جاز وجيركو كذا بيذكر الكلمة فبيغني مع الكلام هذا ما يعني ما رح يعرف شو عم يصير الكترونيان لكن أحيانا عم تكون مشوهة للحن وقت عم تنطرح بأسلوب موزع غير لائق بيجي الطفل أو اليافع أو الشب بيتبنى هاي الحالة فبصير يحفظ الدلعونة بها الشكل هذا بها الرتم هذا بينسى أنه في إلى قدسية معينة تماما هذه المشكلتها أنه يعني سلاح ذو حدين يعني يجرحوا بداوي تماما أنا بس مع ذلك بيقولك أنا بشجع أي فرقة أو أي مطرب أو أي مغني أو أي موسيقي بيطرح لحن في الكلوري ويصطفل يلاقي الطريقة اللي يجدوا ياهو بس هم يغنينا ياهو مايسترو بعد الأمسية اللي حضرتكن نفستوا خلينا نحكي مشاريع جديدة هل في تحضيرات هل في أفكار جديدة اليوم لاستمرار على نفس النساق الموسيقي بالنسبة إلي والله قريبا أشتغل على الموسيقى السورية الأثنية الأقليات السورية الموسيقى الشركسية الأرمانية الأشورية السريانية الكردية العربية المردنية في عندي مهرجان هلأ قريبا بقصر عظم بده يشمل هاي الجغرافية حكيت مكي عنا شوي بس راحة عن بالي الفكرة من إحنا زكرتيني فيها أنه بدي يجمع مجموعة من المغنين من تلك المناطق مع فرقة موسيقية في قصر عظم الدكور فارد حاله قصر العظم معروف كيف مكانه واطرح الموسيقى السورية لعلاقة بالأقليات هذا طبعا مو أول مرة من الساوية سبق وصار هيك مهرجان فهذا أنا بدي حط اللي فيه والله حاليا لأنه بهمني العالم تعرف التنوع الموسيقي عند الأقليات اللي عندنا بالبلد وفي كل يعني كل مغني وكل جهة فيه إلى متعة خاصة تماما الشركسي فيه إلى حالي خاصة راقصة السرياني فيه إلى أصالة وإله جذور جذور الأشوري كمان من شمال الشرق سوريا كمان فيه نمط موسيقي مختلفة الأرمني عندنا بحلب مغني أرمني كمان يعني موجودة في حلب راح تشاركنا في هذا الموضوع وإلى آخره وغير مناطق طبعا بيعطي متعة وبيعطي ثقافة خلني أقول ثقافة مالشي فيه حفلات تانية بدار الأوبرا طبعا قريبا هي نازع الموقع بس عم نحضر لازم تكون بوقتها يعني إن شاء الله أكيد بدورنا مايسر نتمنى لك التوفيق ونتشكر أكيد حضورك معنا لليوم نتشكر يمكن كل أعضاء الفرقة والمغنية وكل شخص سهم بإنجاح الحفلة اللي نحنا اليوم كتير بحاجة لهذا المستوى من الموسيقى ومستوى من الحفلات الكلمات يمكن أي تفصيل صغير شارك بإنجاح الحفلة فمنتشكرك وناطرين أكيد كيف تجري منكم لإهتمامكم وإصدافتكم ومتمنى دائما نكونك في لقاءات من هذا النوع شكرا مايسترو لحضورك وأكيد بالتوفيق بمسيرتكم الموسيقية شكرا لليلك